مرحبا بكم في قناة أرض الخبر تعيش مجموعة من المؤسسات التعليمية حالة ارتباك بسبب اقتراب موعد الامتحانات الموحدة وعدم وضوح الاستراتيجية التي سيتم اعتمادها في ظل استمرار الظروف الوبائية وإغلاق بعض المؤسسات بالإضافة إلى عدم توفر أجهزة اختبار بسائخ للكشف عن فيروس كورونا في هذا الصياق أفاد فاعلون تربويون بأن الأطر التربوية لا تملك رؤية موحدة حول كيفية إجراء الامتحانات ولا حول مصير تلاميذ المؤسسات التي قد يتزامن إغلاقها وتاريخ إجراء الامتحانات ناهيك عن التخوف السائد بعدد من المؤسسات بسبب اكتشاف حالات مصابة بكوفيد-19 دون القدرة على إجراء الاختبار للتلاميذ والمخالطين ما يجعلهم يواجهون خطر انتشار العدوى وقالت الوزارة إنه سيتم إجراء الاختبارات الموحدة بالنسبة لكل المؤسسات التعليمية يومي واحد واثنان فبراير الفان واثنان وعشرون وبالنسبة للمؤسسات التي قد يتزامن إغلاقها مع فترة الامتحانات ستنظم بها الاختبارات فيما بعد حضوريا كلما توفرت الظروف لذلك ترجمة نانسي قنقر